بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعدام اخطر هقرز في العالم الجزائري الشاب حمزة بندلاج ترند في كلمة او كلمة في ترند كلمة في ترند هذه الامة لا يمكن ان تنتهي ظهر اسم حمزة بندلاج مرة اخرى وبدأ الناس يسألوا عنه بعد ما اشيع ان تم تنفيذ حكم انهاء حياته في امريكا استوقفتني ابتسمته الجميلة وكأنها رسالة دائمة لكل شباب هذه الامة نعم نستطيع يمكن حضرتك تعرفوا مين هو حمزة بندلاج ويمكن ما تعرفوش اخطر هقرز في العالم واحد من اخطر عشر شخصيات كانت بتبحث عنهم امريكا ظهر اسمه تاني مع احداث غزة لان الاشاعة اللي اطلقها الصهينة كانت تأكدهم بتنفيذ حكم انهاء حياته حمزة بندلاج رغم اختفاءه التام بعد الابض عليه في بينكوك وتسليمه لامريكا مين هو حمزة بندلاج الجزائري وهل هو مجرم ام بطل هل هو واحد من اللصوص ام هو روبنهود هذا العصر افكر حضرتك وحضرتك ان لم تكونوا قد شرفتمونا بالاشتراك في هذه القناة فتفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس حمزة بندلاج تناقلات وسائل اعلام عربية وغربية غير رسمية خبر اعدام احد اخطر الهاكرز في العالم يتعلق الامر بزائر من العالم الافتراضي حير العقول الالكترونية الاكثر اهمية على الاطلاق واصابها بالشلل الجزائر هذا البلد الذي دفع اكتر من مليون ونص شهيد من اجل الحرية والكرامة هذا الشعب الذي وقع تحت احتلال لا رحم عنده لانه كان يسرق الارض والخيرات وايضا يسرق الانتماء ومحو الهوية هذا الاحتلال الذي اراد ان يمحو الجزائر ويمحو من قلبها وعقلها ارتباطها بالامة الاسلامية لا املك الا ان احب الجزائر وشعبها وتاريخها ونضلها وتضحيتها نعم اني احشق الجزائر وشعبها لا يوجد قضية اسلامية الا وتجد الجزائر بها ما حدث في غزة وظهور الصاروخ المرعب الكورنيت ام تسع المتطور عرفنا ان الجزائر صاحبة الفضل في اصاله وتقنياته وطريقة تصنيعه الى المقاومة الشريفة الحرة الوحيدة الان في الامة في غزة مصر بعد هزيمتها من الكيان الصهيوني في 67 وتدمير الجيش ومعدات الجيش المصري من دبابات ومدرعات وطائرات على الارض كانت التصرفات الحرة الشريفة تأتي من الجزائر هواري بوميديان الرئيس الجزائري وقتها اللي سافر فورا الى مصر التقى بعبد الناصر وطلب اللقاء برئيس اركان مصر وقتها ايضا وسألوا سؤال واحد ومحدد اريد كشف بطلباتكم من المعدات والطائرات والدبابات فورا اخذ الكشف وبنفس الطيارة سافر الى روسيا التقى بريجنيف وضع امامه الكشف وقال له احتاج هذه المعدات فورا فكان رد بريجنيف انها تحتاج الى شهور طويلة وربما سنة او اكتر وضع امام بريجنيف ورقة اخرى هي شيك مفتوح طلب منه وضع الرقم اللي يشوفه بشرط واحد ان يتم تحميل وارسال احتياجات الجيش المصري فورا وكان العرض الذي لا يرد ولا يرفض نفس بالفعل بريجنيف وتم شحن احتياجات الجيش المصري خلال تقريبا ثلاث شهور بدأت فعلا تصل الى مصر الجيش الجزائري ودوره المشرف في حرب 73 لا ينكره اي عسكري مصري شارك في هذه الحرب اخويا كان واحد منهم نحن اذا امام شعب فيه خير كبير جدا وحب لهذه الامة ايضا كبير جدا لذلك وقبل ما نقول ماذا حدث لحمزة الجزائري علينا ان نذكر شباب هذا الشعب الجزائري الحر نحن في امتنا امة محمد ننتظر منكم الكثير نصرة دين محمد وامة محمد فهل انتم مستعدون حمزة احد هؤلاء الشباب الذين طمأنون على مستقبل هذه الامة امتنا ببساطة شديدة شاب صغير السن عبقري في الرياضيات جذائري عربي مسلم التحق بدراسة الحسوب والبرمجيات وقبل ما ينهي الدراسة في الجامعة كان قد اصبح واحد من اخطر الهكرز في العالم يعني ايه هكرز يعني شخص انسان يستطيع اختراق اجهزة كومبيوتر اشخاص اخرين في بلاد اخرى بعيدة عنه كيف هذا انا معرفش انا الحقيقة ما بفهمش في الموضوع ده لكن اللي حصل بالفعل ان حمزة لم يكن مجرد هكرز عادي يخترق حساب اشخاص عاديين لكنه استطاع ان يخترق عشرات بل مئات البنوك في العالم كله فرنسا امريكا الكيان الصهيوني كل اوروبا وماذا فعل حين تم الاختراق لهذه البنوك استطاع ان يستولي على مئات الملايين بل وصل ما استولى عليه الى 3 و 4 من 10 مليار دولار يعني ميزانية دولة من الدول الصغيرة عمل بالفلوس دي ايه ماذا فعل بهذه الدولارات حمزة الجزائري قام بارسال الملايين الى فقراء افريقيا والملايين الى فقراء اسيا ثم اصبح يزود الفلسطينيين وتحديدا في غزة بالملايين من الدولارات لمساعدتهم على مواجهة الحصار الغبي اللا انساني الصهيوني اذا كانت حرب من نوع اخر تدمير اقتصاد الاعداء واستخدام اموالهم لنصرة الفقراء واصحاب القضية هكذا كان يريد لست مطلوبا ولا ارهابيا بهذه الكلمات الواثقة دافع حمزة عن نفسه قبل ساعات من سجنه في احد سجون امريكا سنة 2013 بعد ان اصبح اخطر هقرز في العالم بعد ان اخترق اكثر من 200 بنك حول العالم ما تسبب فيه خسارات مالية تقدر بالمليارات لهذه الشركات والبنوك استهدف باندلاج الكيان الصهيوني فاخترق الكثير من المواقع والبنوك الصهيونية في هذا الكيان وسيطر على اكثر من 8000 موقع فرنسي وقام باغلاق هذه المواقع نهائيا ليصل ما حصل عليه الى اكثر من 4 مليار دولار وزع اكثر من 500 مليون دولار على جمعيات خيرية في فلسطين حمزة بن دلاج اراد ان يخترق اوروبا وان يجعلها مفتوحة امام شعوب منطقتنا كما قامت هي اوروبا باحتلال بلادنا ونهب ثروتنا في الماضي من هذه الاختراقات هو اختراق للسفارات الاوروبية ومنح الكثير من الناس تأشيرات مجانية لدخول هذه البلاد الاوروبية ثم ارسل اكثر من 500 مليون دولار الى البلاد الافريقية الفقيرة فاطلق عليه الهاكر الجزائري روبنهود الهاكرز ولكن كيف تناولته الصحافة والاعلام الامريكية الاكيد انهم لن يرونه بطلا ولن يتركون نراه ايضا بطلا فنعتوه باللص والسارق فهل يوجد لص او سارق يقوم بتوزيع مئات الملايين على الفقراء واصحاب القضايا الانسانية ما هو مصير حمزة بن دلاج اليوم هل تم اعدامه بالفعل كما اشاعه واشاعة المواقع الصهيونية بن دلاج القرصان المبتسم ظلت ابتسامته دائمة لم تهزه كمية الاتهامات التي وجهت اليه في امريكا وظلت ابتسامته من لحظة القبض عليه في بانكوك وكانت علامة مميزة لوجهه الجميل حتى ان من قبضوا عليه كانوا ايضا مبتسمين وقد احبوه حكم عليه بخمستاشر عام في جورجيا فعرضت عليه السلطات الامريكية والصهيونية التعاون معهم واستخدام عبقريته لتأمين مواقعهم من الاختراق فهل قابل التعاون معهم في مقابل الافراج عنه نفس قصة الفيلم الامريكا الشهير جدا القرصان الذي كتبت قصته وتم تنفذها بناء على قصة الجزائر المبتسم بن دلاج من هو حمزة بن دلاج ولد حمزة في عام 1988 في الجزائر لأسرة جزائرية متوسطة الحال درس في المدارس الحكومية الجزائرية يعني ممكن ولدنا يكون نوابغ ممكن وفي مدارس ليست غالية الثمن ممكن أصبح يشتهر بين أساتذته بالنابغة وفي عام 2008 تخرج حمزة بن دلاج من جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا وأصبح مهندسا في الإعلام الآلي وصيانة الكمبيوتر لم يكن أحد يعرف بن دلاج حتى عام 2013 لكنه بدأ مشواره مع القرصانة الإلكترونية قبل تخرجه من الجامعة تم اعتقاله في تايلاند بالتعاون مع جهاز الإنتربول الدولي في العاصمة بنكو والتهمة كانت التورط في جرائم الإنترنت وبدأ الإعلام يتحدث عنه وأنه أحد عشر شخصيات مطلوبة عالميا وتم نقله إلى ولاية جورجيا في أمريكا التي أصدرت مذكرة بحث بحق بن دلاج استمرت هذه المذكرة والبحث ثلاث سنوات كيف سقط بن دلاج؟ كيف وصلوا إليه رغم عبقرياته؟ نفى بن دلاج كل الاتهمات التي وجهت إليه وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد فيه بنكوك بعد الأبض عليه لست مطلوبا ولست إرهابيا لكن وبعد محكمته في المحكمة الأمريكية حكم عليه بخمستاشر سنة بعد أن تم إدانته بالتعاون مع الهاكر الروسي أندروفيتش بالين وكانت التهمة إدخال فيروس إلى حاسوبات حكومية ومالية وبنوك نتج عن هذا الفيروس خسارات مالية كبيرة جدا لعدد من المؤسسات والشركات عبر العالم وأثر هذا الفيروس على مئات الآلاف من الحواسيب في أمريكا لوحدها يعني ممكن نقدر طبعا ممكن نقدر هل نستطيع؟ نعم نستطيع أبناء هذه الأمة يستطيعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة جدا بس يكون عندهم رغبة ولو مش مصدق روح حضرتك كده راجع اللي عملوه الرجال الشباب الرجال في غزة الصغيرة الفقيرة كانت الاتهامات الموجهة إلى حمزة وإلى شريكه الهاكر الروسي تطويرهما عام 2009 لفيروس يحمل اسم سباي آي وتسويقه على الإنترنت قالوا في قيمة الاتهامات الكثيرة أنه كان يستطيع عبر عملية قرصنة واحدة من خلال الفيروس الذي ابتكره الحصول على ما بين 10 إلى 20 مليون دولار في المرة الواحدة يابا لاش هل يقدر ولادنا يعمله؟ نعم يقدره بس اللي بيلعبوا دول يسيبوا اللعب شوية بدل ما هم بيلعبوا ليل ونهار على البرامج على برامج وهمية إنهم يعملوا ويستطيعوا أن ينفذوا نعم يستطيعوا واسألوا بين دلاج كيف سقط بين دلاج؟ كان حمزة يستخدم حسابين بريديين إلكترونيين يستخدمهم في الدخول إلى الحسابات ومن خلال الحسابين استطاعوا الوصول إليه وبسبب الحسابين سقط بين دلاج يعني ما يقع إلا الشاطر بين دلاج روبين هود الجزائري استطاع أن يسطع على 217 بنك أمريكي وأوروبي واسرائيلي لم يقم بأي تهكير لأي بنك عربي وبلغت تقديرات ما تم تهكيره والحصول عليه هو 3 و 4 مليار دولار غير المليارات التي أثر بها على الشركات الأوروبية والإسرائيلية وأضعف حصيلة خرج بها حمزة كانت 10 ملايين دولار في المرة الواحدة ما هو مصير حمزة بين دلاج اليوم؟ وهل تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ تدخل الكيان الصهيوني وأجرى مع حمزة مفاوضات وإغراءات بالإفراج عنه وتزويد بالأموال التي يردها ويخرج من هذه المشكلة والسجن فكان رده عليهم أقضي كامل حياتي في السجن أهوا لي من أن أساعد المجرمين لو كنت طليقا الآن لسانت الفلسطينيين ضد عدوهم هذا التصريح نقلته عنه زكته حفظه الله وحفظه الله وتحدث أخوه حمزة مطمئنا الملايين الذين أحبوه وكانوا قلقين عليه ونفى خبر إعدامه حمزة بن دلاج بخير يقضي عقوبة في سجون أمريكا ورفض التعاون مع الأمريكان والصهاينة وفضل السجن على خيانة أمته حمزة يقوم بتدريس مادة الرياضيات لسجناء سجن كاليفورنيا ويدير جيم سبورت داخل هذا السجن هذا أحد أبناء هذه الأمة الذين من الممكن أن يكونوا نابغة نافعين متفوقين فهل أنت مع أو ضد حمزة بن دلاج؟ وهذا مجد عبدالله يحييكم تريند في كلمة أو كلمة في تريند كلمة في تريند